اشتركوا في القناة من برنامج سكار ومثل العادة الختام عادة يكون مسكن والليلي ضيوفه هنا ضيوف عادة نحكي عنهم الحاضر الغائب طوال الوقت في هذا البرنامج السيد ميشيل أبي راميا مساء الخير السيد ميشيل عضو الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة بنفس رؤية رئيس لجنة التنشئة والتسويق في الاتحاد اللبناني عضو اللجنة الدولية للتنشئة والتسويق ورئيس مجلس إدارة XXL يلي بترعى الفوليبول على الانتفي بالإضافة إلى عدد آخر من نجاح الشاطات اليوم نحن ويكبه الحلقة رح نحكي عن الرياضة الأحاب لقلبك ويلي أكيد عم تبعى على الانتفي رياضة الفوليبول مع بعض الأمور يلي بلشت تتغير في هذه الرياضة بالفترة الأخيرة القاتراد مساء الخير بطلة لبنان بالماراتون وبدنا عم نصدفك اليوم كوني قدرت انتحق انتصار كبير بمسابقة كأس قائد الجيش بالركض لمسافة 10 كيلو متر تقريبا يلي شفنها الأسبوع الماضي نحكي أكتر عن هذه المسابقة وعن نشاطاتك ونشاطات الاتحاد اللبناني مصور جورج عنا أحداث عديدة أبرزة كأس القارات يلي هالمرة عندها هيك نكهة خاصة جدا وعنا فورمولا وان موتو جي بي يعني عنا أحداث مميزة بعالم الرياضة ومبلدون عنا مأساة كبيرة رح نبقى نتبعها مع صندوين جبرة بالقسم الثاني وليد أصوف مساء الخير الأمير العام للاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وعضو أيضا لجنة التنشئة وتسويق العمل كان كثيف ومكثف هذه السنة مش بس هيك هلأ عنا أيضا نشاطات عديدة خلال فترة الصيف من تبع نحن ويك أيضا بالحلقة الأخيرة من سكارلي هالموسم إذن ميشيل أبي نميا بداية مرة جديدة بدنا نقول لك مبروك لأنه صراحة نحكينا عن الموضوع أكتر من مرة برنامجنا ولكن ما سنحتنا الفرصة أنه تكون ضيفنا فاخترنا الحلقة الأخيرة تلقى نحكي مطولا عن ما حدث من بداية هذه السنة لهلأ وشو رح بصير بفترة الصيف بعالم الفوليبول مبروك كونك تم اختيارك عضو لجنة التصويق الدولي بالفوليبول اليوم عم نحس في شي عم يتغير بها الرياضة على المستوى العالمي تغيير قوانين عم تصير شوي على الموضة لعبة الفوليبول لا ما عم بقول على الموضة يعني صارت ملابسينا تياب حلوة صارت يعني هي اللجنة أو شي بشكرك على الإضافة ونحنا أكيد من زمان نحن والأم تي بي من ثلاث سنين لليوم عم نتابع لعبة القرى الطائرة وكننا بلشنها بالبيتش فوليبول قبل ما نبلش بالفوليبول مشكور الاتحاد على رأسه أستاذ جان حمام موجه له تحية لي وضعني أني أنا أكون برشحني لأكون بلجنة التصويق والتليفزيون العالمية وكننا يلخظ أني أنا أفوز كون بهذه اللجنة اللي هي من أهم اللجان الموجودة بالاتحاد الدولي يعني ما بيكفي أنه هذه اللجنة هي بتعطي إيماج حلوة للعبة بتتبيعة أو تبيعة بتحسن اللعبة وبتعطي إيدياة كويس إنها هي الوحيدة اللي بتجيب لها مداخيل يعني اليوم إذا نعرف أن الاتحاد الدولي ما في شي بالعالم بلا مصادق ميزانيته 150 مليون دولار في 88 مليون دولار بيصرفوا على لعبة قرى الطائرة يعني منه هناك فيه بس إذا بنقول 27 مليون دولار بس بيفوتهم هناك بيدخلهم الاتحاد الياباني الاتحاد الياباني بدخل 27 مليون دولار للعبة قرى الطائرة الدولية أكيد من الدورات العالمية الأوروبية اللي بيصير كل سنة يعني نحن من هون كنت إلي الحظ أن يكون أنا بلوزان بـ 19 بأول سنة نعم بأول سنة وكنت حاضر ليومين موجود خلال هالاجتماعيات اللي صارت وكان فيه اكتراحات الاتحاد الدولي هاي اللجنة يعني كنت عندها اكتراحات أنه تحسن بهاللعبة هذا منتبعها بسيئة هذه الحلقة كل هذه الأمور ولكن بداية يعني العمل برأيك يلي قمت فيه قبل ما فوضت بتفاصيل كلها بعد شوي برأيك يلي بلشت فيه نجحت فيه لها هلأ من ناحية كاتحاد دولي وكاتحاد لبناني على المستوى الإقليم العربي إذا بدك شو بدك تعمل أنا فيني أقول نجحنا كلجنة تنشئة وتسويق اللبنانية بعد سنة لأنه نحن بلشنا حطينا خطة عمل بلشنا وتبعت ومشكورين معنا بكل بكل المناطق كنا بلشنا بالشمال نتقلع لجبال وكسروين وبعدين إلى الشمال وانتهينا بالمتن أكيد مسك الختام لأنه بطل لبنان أبطال لبنان هوني ما شاء الله البشرية والأنوار والبشرية نعم من هوني أنه بدنا نشوف النتائج من هلأ لسنة الجاي لنشوف نحن كيف لشو تشغلوا إذا راح يكون عندنا نتيجة فعالة ويبطل الاجتماع المقبل للإتحاد الدولي أو للجمية تسويق الدولية تعملوا بلان عن عام 2013 راح يطلع هوني أنا راح أخبرك كيف صارت الأمور هلأ بمرحلة هلأ نحكي بهذا الإطار جوش فورميلا وان قبل ما ننتهي لأستاذ وليتا نحكي شوي عن النشاطات المحلية فورميلا وان كان عنا سباق مميز مرسيدس قدرت أنه تعمل بداية جيدة ولكن انفخات الإطارات أثر كثير على أداء الفريق على لويس هاملت أنه كان هناك انتصار على أرضه بين جمهوره على حلبة سيلفرستون نجيب راح نتابع سواء اذن بمرحلة التامنة من بطولة العالم للأفوان على البول قوزيشن كان لويس هاملتون بالمركز الأول انطلاق كان نضيف نوعا ما وكان سيباستيان فيتال مرشح يعمل نتيجة إيجابية كمان على هالحلبة اللي بحبه كتير فرناندو أولونسو كان هو الحصان الأسود بما أنه انطلق من المركز العاشر ولاحظوا شو كان عم يعمل على أرض الحلبة أولونسو استفاد من انسحابات عديدة بداية هون ثقب بإطار لويس هاملتون سيء المرسيدس جي بي ولاحظوا خيبة الأمر عن الجمهور البريطاني أولونسو بهالوقت كان بعضه عم بسوق جيدا على عكس فليبي ماساي اللي صار معه تتاكو وتابع من بعض المنافسات هون كمان ثقب آخر بإطارات التورو روسو سباستيان فيتال هون دخول السيفتي كار لأنه صار فيه عدة مشاكل على أرض الحلبة سباستيان فيتال للأسف مشكلة بالعلبة الغيارات خلال السيبي لاحظوا المشكلة كيف مقدر بقى يكبر فيتاس نزل من السيتيام للدوزيام ولاحظوا كيف بطأ سرطوان صحب بباشرة فريق مرسيدس بهالوقت كان عم يعمل التائج ممتازي عبر نيكو روسبرغ الفائز بي سيبي مناكو بهالماوصان فيتال عم ينسحب إذن وعم بضيع نقاط عديدة لقلو عم بيخلي كل المنفسين يقتربوا منه أكتر وأكتر صديقتولا نيكو روسبرغ كانت ناطرة منه انتصار وبالفعل حقق هاشي أمام مارك ويبر سيئ ردبورة الآخر وفرناندو ألونسو اللي عدم سيبي مناتاز جدا أفز سبع مراكز ووصل على البوديوم ونرح نشوف بعد شوي أنه صار تاني بالترتيب البطولة وعم بيقلس الفارق مع فيتال المركز الأول إذن لسيق الألمان انتصاره التاني بهالموسم وبالترتيب للتوب تان بالسيباق روسبرغ ويبر ألونسو هاملتن رايكونن منشوف بعد بقية المتنفسين ماسا كان سادس سوتل ريتشاردو ديرستا وهولكنبرغ مركز عشر أما بترتيب بطولة العالم منتابع أنه فيتال بعده أول بفارق 21 نقطة فقط عن ألونسو رايكونن لويس هاملتن بقية السيئين كمان منشوفهم بالتوب 8 وبالترتيب بطولة العالم للصانعين ردبول لا تزال أولى بفارق مريح نوعا ما عن مرسدس الثاني مفاجأة الموسم لهلأ فراري تيلتي والوتوس وفورس انتيا أبدا في نوعا روسبرغ مفاجأة الموسم نتيجة كتير ميحة لهلأ والفورس الثاني له في هذا الموسم خلينا نتابع دغري معك رياضة ميكانيكية موتو جي بي آسن بيهولندا سيباق بسيرينار سابت روسي عودة روسي لتحقيق النتائج جيدة من تشرين الأول 2010 نجيب روسي ما فيز بولا إي سيبا كان عم يعملها الشيء بالسيبا الهولندي استعاد سيئ اليماها الإيطالي فالنتينو روسي نغمت الانتصارات بإحرازه المركز الأول بهالمرحلة السادسة لمطولة العالم على حلبة أسن الهولندية ومثل ما ذكرنا أول مرة من تشرين الأول 2010 عم يحرز بطل العالم سبع مرات مركز أول بمنافسات الموتو جي بي علما أنه فاز على حلبة ست مرات بوقت سابق كان آخرها بعام 2009 وهو تقدم على الإسباني مارك ماركاز على هونطا والبريطاني كارل كاتشلو على يماها بالمركز التالت اللافت كان مشاركة خورخي لورنزو بأسيباق رهم خضوعه لعملية جراحية بأسبوع الأطباء رصحه بعدم المشاركة لكنه أصر وأحرز مركز خامس جيد جدا ليتابع بمنافساته على بطولة العالم اللي عم بتصدرها ببيدروس اللي هلأ وروسي دخل على الخط نوعا ما بمنافسة على البطولة على كل حال مثل ما عم نشوف الجمهور كان كتير كتير كبير عم بيشتبع منافسات الموتو جي بي أكتر بعتقد من الفورميلا وانصارت شعبية الموتو جي بي أكيد الشي بيكون مصلحة أصدقائنا بلبنان اللي عم نشتغل نحن بيهم بعلى الموتو جي بي طالعا رح نبلش موتو كروس وقت يصير في عنا حالة بي جيد نحكي أكتر بالمواضيع الأخرى فأذن هذه أبرز المواضيع اللي كنا عم تبعها الأسواء بالرياضة الميكانيكية وليد حضرة الأمي العام اليوم بدأ نحكي معك بموضوعين موضوع النشاط المكثف للاتحاد الموسم وبعد شوية هيك بنعمل رابط أو لينك مع نشاط لجنة التنشئة والتسويق بداية كيف اليوم فيك توصف لنا نشاط الاتحاد هذا الموسم هل كان جيد المحصلة كيف كانت المشاركة بالفئات العمرية كيف كانت يعني نبدأ بالنشاط المحلي نشاط الرزنامة طبعا الاتحاد مثل كل سنة هنا عنا حوالها لتسعمائة مباراة عم بتصير بجميع الفئات يعني درجة أولى تانية تالتة بطولة سيدات والمستوى بلبنان عم بزيد كل سنة أحسن من سنة مستوى الأجانب عم يتحسن وكانت بطولة كتير جيدة السنة كانت بطولة رائعة تبعناها على قد حالي شوفنا تغيير لعيب الأجانب بداية هيك أدخل رونق يعني السنة كان فتحنا مجال تغيير الأجانب لكل قبل المباراة السنة الماضية كانت غير سيستام السنة كان سيستام حلو كان شوية سيستام ظالم بخصوص الأول اللي عم يلعب مع التامين مش ظالم يعني بس عم تعطي تشانر تظلم تنورين شوية صغيرة بس أنه سنة الجي بنتأمل يكون كمان في تغيير أجانب كل موسم لا بالعكس لا حدل في تغيير أجانب اليوم كيف شفت المشاركة بالفئات العمرية يعني من بعد سنة أو سنتين على التلفزيون وحاليا مع الام تي في برعاية اكس اكس ال هل برأيك شفت في فرق جديدة عم تدخل لو نحن نعرف أنه الفوليبول كانت اللعبة الأكثر انتشاراً 400 نادي مؤخراً دا سنة 125 نادي حوالي 140 نادي 140 اليوم هل نرجع نشوف رح نرجع نشوف فورة جديدة كيف شفتوا ردة فعل الأندية على رياضة الفوليبول يعنينا السنة كان لدينا مشاركة بالفئات العمرية حوالي 25 فريق للإناس و 58 فريق للرجال بجميع الفئات وكانت بطولة كتير جيدة بس أكيد نحن بالبرنامج اللي بنعمله السنة اللي حنعمله أطول السنة الجاية بالمرحل اللي حنعمله أطول وأحسن والسنة اللي حيكون فيه بطولة فئات العمرية بالبيتش فوليبول اللي حتبلش بين نحنشوف هيدا الشهر على أربعة بين 14 و 21 و 21 ورحنا نتابع الأبرز على ال MTV في حوالي 70 إلى 80 مشاركة لحديث هالأسارو بهذه البطولة من أمات اللي رح بتصير اللي حتصير بقى من 14 ل 21 بملعب بي في بي 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 آه مش بالبطولة لبنان اللي حتصير بالبرنامج صديق بيها بجديد صديق بيها بجديد اللي بعتقد اليوم ماضي مع تنورين هيك بعتقد هذه الأمور بالاتحاد ما بات مش عارفين فيها نحن فتر أنا وإليه بعتقد كمان هذه معلومات ما بعرف إذا مضبوط هذه المعلومات أستاذ ميشيل قبل ما نتقلق بدنا نشوف صديقاتنا بطلة لبنان بالماراتن القاتراد الكا خبرين ديفوماي ما بعرف بالعرب المضبوط الكلمة كيف أنت عم تقدر هيك تقضي هالوقت طويل بممارسة الرياضة اللي أحب لقلبك حقيقة مش هيني إنه تمارس الرياضة اللي بتتبطير منك وقت وقت يعني وقت فيزيكم وكمان نفسيا لأنه لازم تضحي كتير إشا تحت تقدر كمان تمارس الرياضة خاصة الماراتون لأنه بتاخد كتير وقت تمرين يعني بدك تحسب أن الماراتون وهو كمان 42 كيلومتر 42 كيلومتر فاصل 195 بضبوط وحتى حتى يعني الكاس يعني لازم أنه بتاعت كتير من جهدك ونفسيا كمان لازم أنه تكون يعني قدر تكون نفسيا يعني حاضرة حتى تعمل ألقى عم شوف صور مسابقة كأس قائد أجيش اللي شركت فيها وقدرت أنه تحقيق المركز الأول بفئة السيدات خبرين عن هالسباق اللي كان على ارتفاع معين يعني تقريبا 1400-1500 متر مضبوط فهل هالشي بيأثر على الأداء بتتعبوا قبل ناصر أوتيجان هاللي بيأثر عليكم وده عدد المشاركين اللي كنتوا اليوم موجودين إن كان عند الرجال وإن كان عند السيدات قبل كل شي بدي أقول إنه الجيش هو يروح الوطن ونحن ندعم الجيش كتير لأنه الجيش بقلوبنا خاصة هاللي مرأة وهاللي عيال كل اللي فقدوا وكل اللي فقدنا هون الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي بقلبنا بروح لكل هاللي عيال السبق كن كتير منيح منظم هو كن الاليت رانينج كلوب هاللي أنا منتمنى عليه بالاليت رانينج كلوب وكن فيه أكثر من 500 شخص عام شيركو فيه عم شوف من كل الأعمار ومن كل الأعمار وكل الفئة كن فيه 27 فئة 27 فئة من الأعمار ومشاركة كبيرة بها ومشاركة كبيرة وكنت هي كمان تحت نزمناها مع الاتحاد اللبناني للكيبال العرب والعالمي وكمان مع الأكيد مع الجيش وكان فيه كمان مثل للجيش كانوا كمان هوني ومثل القائد الجيش ومثل القائد الجيش والسبق كتير مهم لأنه يعني كيس القائد عماد جون أهوجي بعملناها نحن بالمنطقته ببعدران كنت من بعدران للخريبة للساحة للخريبة وترجع على أهوجي كنت كراس الكراس منه هين لأنه الكراس عندك عدة دينيفلي عدة يعني طلعت ونزلت مظبوط ومع عندك متوئلة هلا الأكسيجان يعني ألف وربعمية متر ما تقدر تتنفس السهولة وهيدا كمان منا هيني كنت شابي اكسيك سهل بالصباح وصلت الرياضي الأول واليوم وصلت الرياضي الأول بس ما تعبتوا يعني وصلتوا على الأخير كانت العمليا لا ما كانت هيني أكيد بصلنا على الأخير بس ما بدأ أكتب يعني أكسيجان ما عندك عندك ديئة نفسها حتى تقدر بس النفس لأنه الارتفاع العالم ألف أربعمية متر على كل حال هذا السابق نحن نبقى نتابعه سنويا نحن وياكم إن كانت السابق السابق وانشالله كل سنة نعملها نعمل عند الرجال عند الرجال هو من الجيش كمان بلال عوادة من الجيش وكانوا الناس يعني من كل المناطق من كل الأنديا كانوا موجودين حتى كان في كتير ناس كمان من المنطقة شاركو فيها رائرة يعني انو عم بشاركو فيها والجو كان ممتاز كتير حلو ممتاز نحن فتخرنا إنه هدا كيس العمال كأس العماد كل حال رح يظل سنويا المسابقة بكل المناطق اللبنانية بالمناطق اللي بيكون فيها العماد قائد أجيب أكيد فإذن بنفس الوقت لنوجه تحية لكل أفراد الجيش اللبناني بالطبع رياضة هي جزء أساسي من حياتهم ومنتمنين أن يكونوا موفقين بكل المهام اللي عم بقوموا فيها على كامل الأرض اللبنانية أستاذ ميشيل أبي رميا شفنا مع أستاذ وليد أنه النشاط كان مكثف اليوم كيف ممكن ينعكس نشاطكم كلجنة تنشئة وتسويق على عمل الاتحاد اللبناني وأي اتحاد آخر لأن اليوم أنتوا أخذتموا قرارات معينة بطريقة التصوير بطريقة تطويل البريكيتة يكون فيه معلن يقدر يسفيد من هالوقت بطريقة الإيماج يعني عم بتحسنوا هذه الصورة اليوم يمكن أيضا مطلوب يكون عندكم أبطال آيكنز تقدروا في الشتغل على اليوم هم بتسألني سؤال بما يختص بالاتحاد الدولي ولا ما يختص بال باتنين بالاتحاد الدولي تتشتغلوا بالاتحادات المحلية الأكيد هي فيه بتكمل بعضها بالنهية إنما اتحاد الدولي أكيد أخذ قرارات كتير مهمة بحبر لجنة التسويق والتليميزيون وهيجي حيرفع الاتحاد الدولي تيقرة يعني بس كانت من أهم من أبرزها يعني رح بيكون فيه تعديلات جديدة على القوانين فيه مثلا يمكن أن نحكي أنه تقصير النقاط يعني تقصير النقاط باللما تكون للخمسة وعشرين للخمسة وعشرين تكونوا بحر وعشرين مثلها مثل اللعبة للبيت فوي بوز كمان رح يكون البريك مثلا أكثر لأنه الاتحاد الياباني اللي هو مثل ما قلت لك مشواهي بيدفع سبعة وعشرين مليون دولار هالاتحاد هو بالاتحاد الدولي بيهتم أنه يكون عم يعطي فرصة أكتر للمعلن لأنه تريب زيون بالنهاية هل قبل ما نرجع نشوف أكتر هذه الأمور عم نتابع نحن وياك صور للاجتماعات اللي عملتوها بكل المناطق اللبنية ليه استقصدتوا أنه أنتوا تروحوا هون عم نشوف مثلا معكم أستاذ جان همام بالاجتماعي اللي كان عم بصير بالمتن ليه استقصدتوا تروحوا على الشمال تحكم عنديت الشمال بمطقة عنديت جبال كان في حشد كبير جدا وتابعناه بنشرة الأخبار بجنوب كان في حشد دعوني أنا المفاجأة أنه اليوم الجنوب صار عندها عدد كبير جدا يعني ما شفنيه إلا بالفوتبول مثلا بالباسكتبول ما عم بيكون عندهم هالردة الفاعل أهلي الجنوب للباسكتبول عم بيكونوا مقربين أكتر من رياضة الفوليبول ليه عم تستقصدوا هون عم نشوفكم عم يهتموا بوطلات الناشئين ليه هالأمور استاذ ميشال؟ نحن يعني كنجد التنشئ أو تسويق بيهمنا نكون نحن على الأرض يعني اليوم اجتمعنا كان بهالمناطق بلشنا بالشمال اجتمعنا مع كل النوادي والمدارس اللي هي بتهتم بالفئة العمرية لأنه هي مثل ما بنعرف أنه المدارس هي مقلة على كل الألعاب نحن بنهيك اتحاد بوليبول عملنا مبيلرة لأنه بيعنينا اتحادنا يعني كل الاتحاد يهتم بلعبته كان التوجه طبعا أنه يهتم بلعبة كرة الطائرة لأنه لعبة كرة الطائرة حسينا أنه بلش فيه أعمار كبيرة يعني اليوم بتشوف اللعبين معدل أعمار اللعبين معدل أعمار صارت بالخمسة وثلاثين سنة وصرنا عم نشوف أجانب بالنوالي منشوف أجانب يمكن ومجنسين أكتر من اللعبين اللبنانيين هذا اللي خلينا نحن نستذك هالموضوع وأكيد بتوجيهة رئيس الاتحاد ورارات أكيد كمان الاتحاد الدولي أنه نرجع بهالموضوع هذا نركز على الناشئة ونهتم فيه مثلا اليوم عم نشوف هذه المباريات النهائية أيضا معدل أعمار ما كان كتير واطي بالوقت اللي عم نشوف أيضا جمهور عم بواكب عدد كبير من المباريات خاصة بالشمال وبجبال وبالطبع بالنهائيات بين المباريات اللي كانت عم تصير بالدور نص نهائية والنهائية يعني هل وصلته خلينا ناخده إذا بدك منطقة منطقة بالشمال شو كان أبرز نقاط الالتقاء مع ألية الشمال؟ بالشمال كان عنا حوالي 15 نالي بحقيقة لأنه الوضع الأمني كان غير مستقر ما قدرنا نجمع أكتر من هكا مع أنه فيه أكتر من 15 نالي ومدرسة بس كلهم عم يشكوا بنفسه وجع زيته الوجع زيته أنه بتلاقي المدرسة ما عندها طابات ليلعب بالفوليبول عنده طابي للبسكتبول عم يلعب فيها عم يلعب فيها عم يلعب فيها عم يحرب من الفوليبول لأنه عم توزعه عم تجعله إيديه مفيش مدربين مختصين للعبة الفوليبول يعني مثل ما بنعرف اليوم لعبة الفوليبول هي لعبة صعبة مش لعبة سهلة يعني لعبة راقية وردها فيها مهارات كمان نفس الشي لأينا هالصعوبات كلها سوى بكل المناطق يعني مثلا عنا كان بكسروين وجبال كان عنا حوالي اربعين نادي ومدرسة شفنا شاركوا كان عنا كتير منشاركة كبيرة بجنوب كمان بكن عنا حوالي خمسة وعشرين نادي وبالمتن كمان خمسة ورشين ثلاثين نادي يعني بس نحنا حسينا وليد انه كلهم بدهم عم بحطوا اللوم عليكم يمكن انه نحنا بدنا تجوا تساعدونا وانا هيك حسيت من الاجتماعات اللي حضرتها الاتحاد ما بقدر يكون بديل عن الاندي اليوم الاتحاد موجود بس الاندي كمان بدا تاخد دورة نحنا كاتحاد عملنا دورة لفل ون من جماعتين وتخرج خمسة وعشرين تلميذ نجحوا كلهم صواوا باشراف اتحاد دولي كان في محاضر استاذ يوسف الحلباوي بس الدورة كانت قاسية لانه الدورة بلش كانت كلها من عبكرة لعشية هلأ احنا بارح بجلسة الاتحاد أخدنا قرار لانه صرخة الاندي كلها صوية اللي اجتمعنا فيها بجميع المناطق كمان غير المستلزمات الرياضية بدهم مدربين في نقص بالمدربين اخدنا قرار مبارح انه نعمل دورة بايلول بجميع المناطق دورة وكمان نستقدم محاضر دورة هذا الاساس ما تقدم يعني يكون فيه عن المدربين لانه لعبة الفوليبول لعبة صعبة فيها كزا مهارة يعني في لعبة الفوليبول واصعب لعبة بالتحضير الجسدي بعرفها يعني اصعب لعبة ممكن تكون الدورة اللي صارت بعزم الاتحاد الدولي والوليد كون عم بحكي مضبوط هي اه بين عمر 21 ولا خمسة وثلاثين سنة كان فيه بياخد اتحاد بياخد اجتمع صار بالمتن انه فيه ناس بحب يتدرب بس تحت الواحد وعشرين او فاقوا الخمسة وثلاثين اطرحنا نحنا كلجنة التنشئة او تسويط اطرحنا هذا الموضوع هذا الاتحاد ورئيس الاتحاد مشكور اه وفقنا على انه يكون فيه دورة للناس اللي تحت العمر 21 او فاقوا الخمسة وثلاثين هيك حاولي بيكونوا تكملي تكملي للشغلة عم نعملوا نحنا كلجنة التنشئة وتسويط لانه نحنا بدون مدربين ما فينا نكفي بالهم بتكون لعيب ومدارس مية بالمية ميشيل راح منتابع نحن وياك بالقسم التاني اكتر نحكي عن هيدا الموضوع خاصة المقررات للاكي يمكن سكوب راح بنخذها مقررات يلي راح تخذها لزنة لجنة التنشئة وترفعها للاتحاد الدولي ولكن هل بدأ نختم على برزيل حققت انتصار كتير كبير على اسبانيا بنهاء كأس على القرات هذه المسابقة لكل اللبنانيين هرطانين ما حدا ويعي مظبوط الله يصف سنتجه سنتجه بدون غيره دوامات تبع العمل للساعة الثلاثة ظلنا عم نحضر مباراة البرازيل مع اسبانيا البرازيل نجيب عم تأكد عودتها الأوية إلى الساحة ببطولة كأس القرات قدمت بطولة ممتازة بكل الأدوار سنتبع صور المباراة النهائية المنتظرة كانت بين العملائين الأوروبي والأباريكي الجروبي ملعب البركانة المتجدد بالريو دو جنايرو عاصمة كرة القدم العالمية كان عم يستقبل هالمواجهة البرازيلية الإسبانية وسريعا المتحب البرازيلي كده عم يتقدم عبر فريد مهاجم نادي فلومينانسي ولاعب نادي ليون فرنسي السابق هدف بيغت في المنتخب الإسباني والحارس كاسية السيرة تلقى هون أزيفة من مواجهه المباشر بالموسم القادم نايمار لاعب نادي برشيرون الجديد وفريد بنفسه بشوت التاني بأكد فوز لبرازيل 3-0 ضربة قوية كثير للمنتخب الإسباني يعني جورج شفنا أنه فريد اليوم ما قدر نعمل نتيجي جميعا بينما بها المسابعة مصحنا بيكون ممتاز وبلوعة أنه نايمار أسكت الكل اللي كانوا عم بقوله عنه أنه اللاعب يوتيوب أو شيء ولكن بانتظاره نشوفه ببرشيرون وتم اختياره أفضل اللاعب بالدورة ناجيب جيراد بيكيت طرد تحت أنظار زوجته شاكيرة من هالمبارات بعد خطأ على نايمار زميله مستقبله وهون نايمار عم بيحتفل على طريقته الخاصة وقاله ننطور البرازيل بالمونديال القادم سبتنا الجميع أنه نحن قادرين نفوز على حيال المنتخب برأيك أنت أنه ما حسيته كتير مقنع على المنتخب البرازيل ولكن قادر أنه حقيق انتصار كتير كبير بدنا نشوف في الامتحان عالتريان على الإسبان يعني عالتريان كنت نغيب لعبان ثلاثة أساسية عن المنتخب على رأسهم أندريا بيرلو العقل المفكر بإيطاليا لكن بالمبارات الإسبانية أسكت الجميع على المنتخب البرازيلي لأنه فاز على منتخب قوي بنتيجة كتير راسي ونتيجة الثلاثة سفر على كل حردات الفعل كانت كمان أهم من المسابق أن كان المظاهرات وأن كان والاحتفال هلأ بينا نسميه الشتاء البرازيل لأنه ما فيه عندهم شتة تحت وعمل التأس شوية كمان عامل التأس عامل دوره يعني سنتي جيب المونديال الفرق لازم تتحضر نفسيا وبدنيا للعمل التأس لشتة لأنه قسم الجنوب مع بلو شوف مع شتة أيضا بنفس الوقت كان فيه مظاهرات مكثفة بكل المناطق البرازيلية صح رح نتابع صور احتفالات بنفس الوقت كمان صور المظاهرات اللي كانت مناهضة لها البطولة الصور بداية مع الفرحة البرازيلية بالريو دو جانيرو بكل المناطق فرحة جنونية أكيد البرازيليين انتظروا طويلا فرحة انتصار رغم انه فايزوا بآخر نسخة من كاس القرات لكن هالنسخة هايدي كانت مهمة كتير لانه أثبتوا فيها ان رجعوا على الساحة بفوزن على منتخبات عريقة مثل ايطاليا واسبانيا وعم تشوف هون ملعب المراكانة خارج الملعب شو كان عم بصير للأسف كمانا كان هناك مشاكل مع رجال الشرطة يلي كبت القراب المسيري للدموها هالتظاهرات رفقت البطولة طوال اياما وخارج الملعب اللي كانت عم بطالب تخفيض أسعار التنقلات اللي ارتفعت بالفترة الأخيرة بسبب التكلفة العالية اللي حطتها البرازيل لأصدافة المونديال الجاية وأولمبيك جيمز 2016 الشعب البرازيلي محتاج على هالأموال الطائلة كنوا عم بطالبوا يندفع مصاري للفقرة مش يندفع على الرياض على كل حال السنة المقبل رح بيكون عنا برنامج مميز خلال المونديال رح نشوف صدينة ميسيو باتريك ولام لمن بدو يعطيه للبرنامج اللي رح نتابعه مثل ما كنا من أربع سنوات فأكيد رح بتكون ضايفنا بحلقنا الحلقات انت مين بتحمس بشرفنا نعم انت مين بتحمس بالفتبول أنا برازيل وألمانيا برازيل وألمانيا وكي ما بتركبك نا بس أنا يعني بمرحلة أولى ألمانيا طبعا آه أكيد لانه X-XL origin طبعا بس في حيل خسرت ألمانيا بكافي مع البرازيل ألقى انتي مع مين أنا مع البرازيل وألمانيا كمين 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 لينتكم سوا جورج انت ألمانيا بس بتعطف مع البرازيليين ضد الأجناطي كلكم أهم مهاجم بالعالم وليد في بريزيل بعدين ألمانيا ما في حدا يعني ما في حدا معني على كل حال الموديال صار على الأبواب ما في أهل من 12 شهر منكون معكم بتغطية لهذا الحدث المويد شكرا لك جورج شكرا وليد نتمنى لك التوفيق عندكم مشاركات مكثفة خلال قصة الصيف من بعد شهر رمضان الكريم رح نكون بحلقة معكم ومع سيد رولان سعادي رئيس الاتحاد حتى نحكي أكثر عن نشاطاتكم خلال هذه الفترة وإن شاء الله هيك تبيضي نوجنا بكم مشاركة أجنبية عندك شي كام مشاركة عندي هلا قريبا بأب عندي مشاركة بيوكي بإنجلند عندي كرس 10 كيلومتر لا 10 كيلومتر كرس وإن شاء الله نعمل نتيج منيحة أنا كنت بنص ماراتون نيويورك بخلال شهر إبريل كنت هونيك وجبت كمان سكور للبنان لأنه كان يعني العشرة أول من كل فئة كان عنده جايزة وشبت جايزة الرقم جديد للبنان شو هو؟ الرقم جديد مش لإلي الرقم جديد هو للبنان بعده نفس الشي آه أوكي شكرا لإليك ألقام نشوفك في أزم بحلقات مقابلة أستاذ ميشال بدنا نتابع نحن بيك بالقسم الثاني اللي رح نستطيع فيه بطل من أبطال تعودنا نشوفهم معنا ببرنامجنا وأكيد أيضا زميلتنا صندرين جابرة رجعنا معكم بالقسم الثاني من حلقتنا مع ضيوفنا لحلقة أستاذ ميشال أبيراميا وأستاذ وليد القصوف بدي رحب أيضا بصندرين جابرة مصر خير صندرين مصر نجيب نحن بيكي شو رح ما نتابع بالقسم الثاني ما نحكي عن مفاجأات ويمبلدون المستمرة واسي بايرنمان أما أفاديس سيروبيا مصر خير مرزيلا رحبنا فيك بسكار بالماضي رحبنا فيك بطل العالم بالكونفو اليوم رح مرحب فيك قدرت أن نتحق انتصارات كبيرة بمرحلة التصويرات أو لما نوصل لانهائيات يلي أيضا رح بتصير بأصين أما على أستاذ ميشال حكينا عن لجنة التنشي أو التصويق اللبنانية وحكينا عن لجنة التصويق والتلفزيون العالمية ولكن من هم أعضاء اللجنتين وخاصة اللجنة المحلية اللجنة التصوير العالمية هني بمسطري كبرى المخطات التلفزيونية والصحافة وأكيد بعض أعضاء الاتحاد الدولي أسمعهم كثير لما جاءت عليها يعني من أبرز المدارس العالمية يعني إذا بدك بالفوليبول يعني معروف من الأبطال الكبار بالفوليبول لجنة التلفزيون والتصوير العالمية هي ممثلي كبرى محطات التلفزي والصحف وإكيب عمل الاتحاد الدولي هؤلاء اللي كانوا مجتمعين بروزع إنما العضاء المحلية أعضاء لجنة التنشئة والتسويق المحلية هي من أمير العام الاتحاد أستاذ وريد الأصوف نائب العيس الاتحاد أستاذ غسين أزايحة والأعضاء جورج الحبيب وزاين حميه وأكيد اللجنة عندها اجتماعات كانت عم تصير كل 10-15 يوم قبل ما قررنا أن ننتقل للمناطق هلأ انتقلنا للمناطق كنا نجتمع على النوادي وكنا نعطيهم نحكيهم شو نحن بدنا نعمل وكيف رح يكون الدعم الدعم هو عم بيكون بمثالثة إذا بدك من الاتحاد الدول اللي رح يكون في دعم دعم شوه؟ مادة 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 رح يكون مسالثة عم أقول مسالثة بين الاتحاد الدولي وزارة الشباب والرياضة أو وزارة التربية وراعي هالراعي بيكون مؤسسة رياضية يعني بتبيع أدبوية رياضية وبيسو يكون مؤسسة تجارية أو لجماعة الفاستفود لما هنالك اليوم نحن بحب الأرقامات شوية مثلا مساعدة الاتحاد الدولي كيف ممكن تكون؟ مادية يعني بيعطوا فليات طبيات أو بيعطوا مصاري ممكن تكون مادية أو تكون عينية مثل ما بعتونا مستنتين بيعطوا فليات وطبيات بيعطوا من عنا لكن كله يساعدنا يعني وبالنهاية نحن بأن نشتري بها المصاري بأن نشتري طبيات وفليات وننكون عنا كمان مادية بأن نقدر نحط مدردين أنت لحظت أنه ممكن تكون وزارة الشباب ورياضة أو وزارة تربية يعني وبالتالي أنه في دور للمدارس في هالإطار الدولي يعني الدولي هو وقت أنا اجتمعت مع رئيس الاتحاد الدولي مستقراسيا قال لي نحن ما بندعم كل شي نحن بنعملها مسلسة مثل ما عملنا بكذا بلد هني عملوا نفس الطريقة ببلادين ثلاثة وأنا طرحت الموضوع بصراحة على رئيس الاتحاد اللي بيكون في استراحة بين الاجتماعات طرحت له أنه الدولة اللبنانية عاجزة عن دعم المدارس قال لي نحن حاضرين أنها ما بتكون مسلسة بين الاتحاد الدولي والسبونسر والدولة اللبنية وهيك نحن عم نشتغل على الأساس نحن اليوم نجتمع مع النوادي والمدارس عم نعطين يعبوا استمارات هاي استمارة عم يبعبوها موجود فيها اسم النادي أو المدرسة موجود فيها الناس أو الزكور اللي هني من فئات العمرية عندش عندهم عدد أعمارهم المسؤول الرياضي المشاكل والحجات وبالتالي الاقتراحات اللي هني بقدموها صارعنا من هول الاستمارات حوالي 120 استمارة هول 120 استمارة رح نحن نفرزهم نعمل نعمل لالاتحاد اللبناني وبالتالي رح نترجم للإنجليزي للاتحاد الدولي ونبعث له كامل متكامل لنقول له شو عنا لأنه ما فيه الاتحاد الدولي يقدم لك مصاري منذ ما يكون عنده باقي إيداية داتا شو موجود شو بدك المصاري جيتنا وشو بدنا من دولة البنانية وشو بدنا من السبونسور هيدا على الموضوع المحلي أما على مستوى لجنة التصويق والتليفزيون الدولية شو هي أبرز المقررات يلي عم تكترح على الاتحاد الدولي مية بالمية كنا بلاشنا نحكي عنها أولا نرجع نفوت بمقررات الأعمال اللبنانية نحن كاتحاد دولي اقتراحة متما حكينا قبل شوي هو تقصير النقاط الاقتراح ما يكون في ملل وبالتالي كمان الكاميرات الموجودة بالملعب كمان بدأت نرفع للعشر كاميرات وانتو كأم تيفي مشكورين أنا جبت ديفي دي معي وسلمتكني واشتغلته هالموضوع وشفنا بآخر مرحلة السنة كيف كانت الصورة عم تصل للمشاهد بشكل جيد وكانوا العالم يعطونا ملاحظات جيدة إيجابية للصورة اللي عم تصل لأنه صار لعنا عشر كاميرات بالملعب صار لعنا مايكروفونات رح يكون عنا كمان عشرة موجودين بين الجمهور حتى حد اللعبين حد الحكم بهم المشاهد يكون عم يتفاعل مع الحدث يعني كأنه موجود بالملعب هاي الأمور مثلا اتحاد يعني لجنة التسويق والتليميزون العالمية هي مشدر لها حتى بدا تعمل يمكن تركب رادار رادار يعطيك سرعة السيرفيس طبع اللاعب ليعرفوا اي لعب انفو يعني معلومات بتفيد المشاهد بتفيد المشاهد وكمان اليوم انت تطلب أجنبي من لبنان مثلا تكون عندك في داتا عنه تعرف شو عنده يعني كل المعلومات كمان نفس الشي بالنسبة للكاميرات هاي ده مثل داتا العندي ولا غير داتا هاي مثل اجت عزيحة هاي دي مثل التنس يعني بتفرجيك الطال وين نزلت عين يفوتوا بجدل بين الحكم وبين بس هاي مكلفة هاي دي حتى إذا له حق اللاعب لمرة أو مرتين خلال الماتش يطلبها يطلبها ويشوفها على الكاميرا إذا كانت مضبوطة مثل ما هو اعترض له حق الحكم يعيدها مش هيك نحنا السنة إذا شفنا بالدورة العربية نزلنا وكنا عم نقول انه هاي دي خطأ شوفه وهيك رجعت العملية صارت ورجع ربح لبنان أخذ المركز الثاني بالبطولة العربية بدأ له مبروك للنادي البوشية المركز الثاني يلي قدرنا نحقني تحيي كمان ندي البوشية ونادي الأنوار بطل لبنان بطل هلا نجح نحكي عن نهاية الموصل لكن تحكي عن البطولة العربية عم بطولة العربية نقول انه نحنا قدرنا نحق نتيجة نحضر باللجنة التسوير العالمي وبعرف انه هاي القرارات في شي غير مقرارات السيد ميشيل هي في قرارات كتير هاي الأبرز هاي الأبرز هاي الأبرز هاي الأبرز المولودين طب وليد نحنا عنا صفرة نحنا وياكم هالأسبوع على دبي صحيح هي بأي إطار عدي بتصفيات بتاني مرحلة من تصفيات غرب آسيا المؤهلة لبطولة العالم نحنا الأول مرحلة اللي صارت بلبنان نحنا ربحنا نحنا ربحنا ترقصنا المجموعة ربحنا على جميع الفرق هلأ تاني مرحلة هي بإمارة دبي لحيصير مباراة بين لبنان والسعودية والكتر ومتأمل يعني إن شاء الله بإذن الله أكيد لح نقطع وناخد نقطع للمرحلة النهائية تصفيات النهائية اللي بدها تصير بقى ما نتحدد دوان بس محتمل تصير بأستراليا المنافسة مع القطرية والسعودية منافسة رح بتكون صعبة منافسة صعبة هي لعبة لعبة فوليبول يعني بس بالنهاية فريق لبنان منتخب لبنان كتير تحسان وصار إلو ثلاثة شهر عم بيتحضر بشكل جيد واللافت كمان آخر تصفيات اللي صارت ربحنا على جميع الفرق يعني المنطقة كلها سوى صار لبنان بالمقدمة وبعتقد يعني أنا بإذن الله تسعين بالمئة تسعين بالمئة تسعين بالمئة لحن نقطع للمرحلة النهائية يعني آخر مرحلة هي اللي بتأهلك لبطوط العالم بصير في ستة عشر فريق بتقسموا لأربع مجموعات وبيخدوا أول 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 يعني هاي بتريخ وبعيلول عنا مشاركة أيضا بقيلول عنا بطولة آسيا بإمارة دبي كمان بطولة المنتخبات تبع آسيا هايدي بتصير غير تصفية بس أنا بدي ألفط إنه هايدي أول مرة بتريخ لبنان نحنا بنفوت على ننتقل من تصفية تصفية نهائية تصفية نهائية شغل ميحة لقلنا وإذا قدرنا نربع فأزن يعني عنا أمل كتير كبير نكون نهائية رحنا لآخر تصفية وإن شاء الله يعني ما حدا بيعرف يعني وإمن وصالح وهذا بيدعمكم كأتحاد لبناني وبدعم أستاذ جاميم وبدعم أستاذ ميشيل اللي هيكي من خلال دعم لبطولة لبنان على كل حال هلأ صندرين نحن وياكي رح نتابع أبرز المشاكل اللي عم نتابعها هالسنة بوامبلدن يعني نادال ما عم نشوفه ما عم نشوف فدرار اليوم ويليامز أيضا ما عم نكون مشاركة شو عم بصير مفاجأت كتير ناجيب عم بتصير بهالبطولة بس بتصور هدا الشي أنا بعتبره إيجابي يعني هلا كل محبي التنس إنه مش ديما زيت الأسماء الضالة هي محتكرة وعم توصل إلى أدوار النهائية بلشت المفاجأات متمقلت بالدور الأول مع رفال نادال رجعنا عنا بالدور الثاني خروج روجيف درار وماريا شاربوفا عند السيدات هاي بالإضافة لكل الإصابات اللي أيضا جرت بالبطولة يعني كان عنا خروج تسونجا أزارنكا وأسماء كتير أيضا خرجت من وراء الإصابة والمفاجأ الأكبر اللي بتصور كتير قليل كانوا متوقعينها خروج سيرينة ويليامز مبارح شاب XXL سابين أولاك في شي كانت عم تشابه درهوري لقدرت تربح سيرينة يعني كانت عم جد مفاجأة ألمانية ما هي كيب ولكمان نجيب هلأ بدنا نذكر أنه سابين فيزت من شوي بالدور الربع النهائي على كايا كانيبي من أستونيا ورح تواجه دمي فينال لأ هاي كان بالكار رح تواجه هلأ بالدومي فينال الصينية لينا خين تبع بعض الصور من أبرز مباريات الدور الثالث إذن الصور بينوفاك جوكوفيتش المصنف أول فيز على الألمان المخدر بطومي هاس 616476 توماس بيردخ أتشيكي المصنف سابع فيز على بيرنرد توميش الأسترالي 766764 وستي أربعة خوانماتين دل بوترو الأرجنتيني فيز على المصنف 23 أندرياس سيبي الإيطالي بثلاث مجموعات من دون مقابل أندي ميري البريطاني المصنف تاني فيز على ميخيل يوزني 6476 وستي واحد وطبعا استفاد من عمل الأرض والجمهور دافيد فريرا الإسباني فيز على إيفان دوديغ الكرواتي بثلاث مجموعات مقابل وحدة سابين ليسيكي مثل ما قلنا فيزت على سيرينا ويليامز بمجموعتين مقابل وحدة وكان بتصور هذا أهم فوز بمسيرة الاحترافية هوني عم نشوف لينا الصينية اللي فازت على روبرتا فينشي الإيطالية بمجموعتين دو المقابل وأخيرا بيترا كفيتوفا التشيكية فازت على كارلا سواريز الإسبانية بنتيجة 2-0 هذا أبرز الموباريات يعني برأي كنتي ميرحي ربع عند الرجال عند الرجال عند ترشيح أندي ميري البريطاني على أرضه سيدات رادوانسكا عند سيدات رادوانسكا في لينا كمان هلأ وسابين ليسيكي يعني عمرت نتيجة كتير مني حميم ما حدا بيعرف فيها توصل للنهائي وتفوز الموجهات فإذا منتبع بهالبي كانت نعم أما هلأ رح ملكون معك ميسيو سيروبيان تحكي شوي عن التصفيات بطولة العالم بالكونكفو اللي عم تصير بصين رح نشوف نحن لديك صور بس خبرنا السنة سمحولك تفوت سلاح على لبنان دائما في عنا صعوبين نفوت السلاح 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 الأبيض سلاح الأبيض الله خليك يعني خلينا نشوف نحن بايك الصور سمحولك تقدر تتمرن بشكل جيد ولا لا كان في عنا أسلحة رجعنا اشترينيهم من الصين هونيك اشتغلنا فيها اشتغلتوا هونيك لأنهم ممنونون لأنهم بلد منظوعة السلاح عادة مثل عادة شويسرا شو شويسرا شو اليد هنا ما في شي أبدا نحكي رياضة رياضة بس كلنا نحكي رياضة نتراشق بالطبات خبرنا المنافسات اللي كانت عم تصير وين قدرت أن تحق الشهر الماضي سفرنا على الصين بمدينة تشنكدو معروفة باسم سيتيوف باندا سونيك سو قعدنا سو بعشرين يوم لدورة الحكام ومتدربين وآخر شي عملوا مثل تصفية لأن حكيته قبل شوية كانوا عم بغيروا قوينين الفوليبود ونحنا كمان عم بغيرونا الوينين ومثل الجنباز رح يصيرها جمناستيكس أرتيستيك جمناستيكس آيسكايتينج نفس المبادئ نفس الاستعراضات عنا ميوزيك عنا طاقانيات وعنا بهلوانيات رح نستعملون لنك آخر الدورة عملوا مثل بطولة كنا مشاركين اثنين من لبنان أنا وفيكند امرجان اللعبين اللي نخبة اكيد اشتركوا فيها كلهم من الصين ما بقل لك يعني الاسيوية ما بتشوف خيرهم هون عم نشوف صور من الافتتاحية رائعة كانت عالم لبنان عالم لبنان تلاتة وقتين بلد كانوا مشتركين معظموا من الصين اكيد مرنونا من اجوا من مدينة البيجينج والقوانجزو والخنان هذي الماسترز بشينا هني اللي عم بيغيروا الوينين مرنونا واخر شي عملنا مثل استعراض واتقهلت بين اول ثمانة انا بالعالم راح ارجع سفر بعد ستة جميع بمدينة جاو بالصين كمية مرة وهون راح تصير البطولة نعم سرتح كي الصين لان تنسوز موضوع جانك دو موضوع بحكي صين اوكي فتتشارك ببطولة العالم ببطولة العالم نعم هي بطولة استعراضية اكيد بسمحولنا نشتغل مع تقانيات الكمفو بس ع نبو وستعراض ميشيلو تشوف هيك عم نحق كلبنانية انجازات كبيرة برأيك انت قادرين ان نحق بالفوليبول انا مؤمن بالشاب اللبناني والرياضي لانه عنده طعاية جدا انما الدول اللبنانية ما عم نشوف ما عم تساعد كلها وقفة على المبادرات الفردية وعلى سبونسور وكمية حتى سبونسور عم نشوفه انه قليل سنت الماضي شوفناك بحلق من الحلقات جبت لنا ارقام انه دخان اذا استغلنا فيه نجيب الارقام والامور فينا نجيب الارقام حدا سمع انا حتى حكيت بقصة التليفون مع مين السيد مشاء السيمو صديقنا السيمو ابي رامنيا اللي هو كان لور كبير بهالموضوع طرحوا على المجلس نوي بس ما اخدوا فيه حتى انا حكيت بقصة الدولار واحد على خط التليفون اخدوا مبارح بسلسة رتب الرواتب وحطوه على سلسة رتب وعطونا يعطوه لغير ناس يعني رياضة باللبنان معدومة يعني ما احدا مهتم فيها لسبب هذا عاد يعني دماج انه ما احدا مهتم بالرياضة وهي بتشكل اليوم شباب 60% عنصر شباب باللبنان 40% عمار تاني بالأسف يعني شو بدنا نحكي غيرك نعم كونك رئيس مجلس ادارة يسألو ليش عم تدعم الرياضة باللبنان كلمة اخيرة عن الفوليبول فلاشباك اذا بدك على هالموسم شو صار فيه نحنا عم نشوف النتائج على الارض شفنا اليوم منتخب لبنان طلع على دبي هلاني طلع الاول بالدورة اللي صارت باللبنان عم نشوف النتائج اكيدة لانه فتنا مثل ما حكينا من خلال الام تي في فتنا عاكل البيت صار فيه عنا ناس عم بتحب الفوليبول عم نشوف المشاركة هلاني بالفئات العمرية سنة الماضي ما كانش عنا عشرين خمسة وعشرين مشارك اليوم عنا سبعين خمسة وسبعين مشارك بالفئات العمرية بلشت بالنتائج تظهر على الاجتماعات اللي عملناها بالمناطق عم نشوف فيه ناس بدت تلعب فوليبول بس ما عندها الامكانيات عندها حميس لانها تلعب بس ما عندها الامكانيات اللي عندها مدربين حتى حد احد الطلاب بينادي حبوب بشبال اللي انه انا بحب الفوليبول بس ما عندي فليه ما عندي طابق بالملعب بطلب من استاذي انه جبلي او من مدرسة ومدرسية ما بدنا نسميها مدرسة خاصة يعني كبيرة من مدارس عند امكانيات عند امكانيات مهمة للعبة من المدارس هم لنا يعني بيجي استاذ رياضة بيعطينه الطابق للشباب لعبوا روح لعبوا يعني لازم نرجع عن بل شو من الاساس شو رأيك وليد صحيح انا بدي عقب عشية له استاذ ميشيل ابي راميان بخصوص الدولة الدولة لازم يعني وزارة شباب ورياضة اكيد مشكورة بشخص معالي الوزير استاذ فيصل كرامي بس بنشوف بكل بلدان العالم مزينية وزارة شباب ورياضة اعلى مزينيات بينما بلبنان اوطى مزينية هي لمزينية شباب وزارة اختيب واليوم بكتوقف الحروب بدك تعمل رياضة بلدك جو اذا فيش وزير بقبلا يعني هون الخبرية اذا بتعطيهم وزارة شباب ورياضة لا هايدي شو بدنا فيه هايدي الوزارة للأسف فايدة لبنان صندرين ايرنمان الرجل الاقوى في العالم مين كان احدى كان من هكين مش انا بس انا من لا كان الفوز المركز الاول للمانيا مع اندريا ستريلرت هايدي احدى اصعب المنفسات نجيب بعالم الرياضة هي زيارة بالنمسا بالويك اند هي اكيد مكونة من ثلاث رياضات السباحة الدراجات الهوائية والركض الماراتون وهلأ رح نشوف شوية بالصور مين كان مين احتلق المركز الاول عند رجال وعند السيدات اذا اولا نقبل ما نعلن عن اسماء الفيزين بدنا نشيري لانه سباق السباحة امتد على مسافة 3.8 كيلو متر سباق الدراجات الهوائية على 180.2 كيلو متر وسباق الركض او الماراتون على 42.2 كيلو متر عند رجال مثل ما ذكرنا المركز الاول كان للألماني اندريا سليلرت يلي انهى السباق ب7 ساعات و59 ديئة بفضل سباق الماراتون يلي انهى بفرق 9 دقايق عن اقرب منفسينه وبتالي عوض الفرق وعوض تأخره يعني بالسباقات اتنين يلي سباقوه المركز التاني كان لمايك تويلزيك من المانيا ديفيد بليزي احتل المركز التالي من سلوفاكيا اما عند السيدات فكنت اريكا كوزمور من هونغاريا بالمركز الاول ااسا لوندرستو من السويد بالمركز التاني وايمر مولن من ايرلندا بالمركز التالي امشوفهم شوي ادخم من المونيفيسين العاديين وبتالي هي تطلب لاني تطلب فتنس كتير عالية فاكيد طبيعا نشوفهم شوي عرض هلا رح منتبع معك افاديس رح منشوف صور عن المسابقة اللي كنا عم نتبعها هيك بتعطينا شوي تشرح اكتر عن الامور اللي عم تصير برياضة الكونغفو وبتفرعاتها اذا فينا نقول بأي دماء كنت عم تشارك خلينا نشوف الصور سوا هوني عم نعمل العرض هوا استعراض تاي جي توان تاي جي توان جزء من الكونفو نحنا منعرفها تحت اسم الكونفو من وراء بروسلي بس الكلمة الصحيحة هو شو فنون اتالية سينية اكيد بالمبدأ اذا بتشوفوا كيف النطات اللي عم نعملها هون كمان تطلب فيها فيها نطات شوي فتنس كتير نعم ادفانست ليوني وقوي بنفس الوقت لكن بالتاي جي توان نرتكز اكتر عالهدوء الداخلي عالاستعراض وبنفس الوقت عالتوازن بين النفس والجسد لكن هوني كمان صحوبات هالامور تتعلمها من خلال التجارب اللي بتقوم فيها ومن خلال العمل المكسف اللي بتقوم فيه اكيد بس كنتو كمان كنت عم سمع كنت قبل شوي عم تحكوا عن مداربين مش موجودين بلبنان وكل هاي من عينية شخصيا أنا بعينية كمان كيف عم تجي كل افكار عم ترعصين تير لها لا لا مش هيك بس انو من خلال تجارب الواحد مفروض ينمي حاله مفروض يشتغل على حاله كتير اذا انا ما حب شي سلبه بحب الايجابية انو عم نحكي انو ما في سبونسور وكل هاي انا كل حياتي ما كين في ولا سبونسور بس هال هال الواحد لو ما رحت برعاية بنك اميرات وبنك شارجة هنال اللي دعموني هلا بعد ستة جميع ما كنت عملت شي نغيروا كل الوانين مش بنوك انتباهت بنك اميرات وشارجة من خلال موسيو باروز نيرجيزيان بتشكره كتير واجهه له تحية عا كل حمو وجهه له تحية وكمان للسبونسور كل الاسبونسور بيدعم رياضة وخاصة انحنا كل اسبوع من وجهه له تحية لصديقنا ميشال انا كنعبير لس اسأله لان رياضة منا يمكن كتير مألوفة هم بلبنان كيف تعترف هك رياضة لين انا قنايت بلشنا نحنا مع المارشل ارتز كل مين مننا بيشوب رسلية او جاكتشان عبتبي بيحب يكون مثل مهيك بلشنا من خلال المارشل ارتز وبعدين انتقل بعدين انتقل انتقلنا شوي شوي فإزان السؤال الأخير للك سيد ميشيل دعم الرياضة هل هو برأيك انت استثمار خاسر أبدا أبدا انا عندي تجربة بهذا الموضوع وخاصة مع الشباب ما بحياتك تخسر مع الشباب لان هاي الشباب مثل ما قلنا هني عنصر أساسي بالبلد والعمود الفقري اذا بدنا نقول وخاصة مثل ما قلتني شواء ان هي 60 او 65% بشكل ومن مجموعة للشعب الابناني ان احنا كأصنافنا مثلا انا بالنسبة لأيلي كأصنافنا هي تارجد تبعنا هني الشباب فبقى واجبي انا واجبي ان انا كون حد الشباب وعم نشوف نحن من رياضة لرياضة رياضة عم ننتقل لان هاي الشباب هني وقفين حدنا ومجبورين نحن نوقف حدهم ويا راية كل الشركات اللي هي كمين عندها الشركات اللي هي كمين عندها أصناف مثل أصنافنا يمكننا انا ما قلية مصلحة أولى بس فعلا بسبيل الشباب انه مساعد الرياضة ومساعد مش مصص أصناف يعني مشروبات يعني في ادخو وما كان ايه وان الاخر وما بعد اخر تارجت الشباب لازم يشتغل لازم نكون عم نساعد الرياضة وعلى كل حال نحن بنشكرك على دعم كبير لالهار واستاذ وليد نحن ايضا نشكركم كون النشاطات عم تقوموا فيها جيدة بالاتحاد لبنان نوابي لجنة التنشئة وتصويت كلمة أخيرة اذا بتحب تقول شي عن البطولة بتمنى التوفيق للمنتخب ويرجع عم أهل للدور النهائي بتمنى لهم كل التوفيق وكمان بده اطلب من جميع اللاعبين البيتش فوليبول انه يشاركوا لبطولة لبنان البيتش فوليبولي اللي بده تصير ويالي راح نشوفها بناء المباشرة بناء السبعتاش تمنع لأسف انه المباراة النهائية راح بتكون مش هلا بعطية عن الوقت اي اكيد فيه فيه تقريبا خمسة وارمعين يوم نعم شكرا لألك شكرا أفاديس شكرا صنبرين وشكرا أستاذ ميشيل شكرا لألك شكرا لألك اشتركوا في القناة